من جديد شهدت مدينة الزاوية الواقعة غربي ليبيا تبادلاً لإطاق النار واشتباكات بين فصائل مسلحة وفق ما أفادت به وسائل إعلام ليبيا وشهود عيان وبحسب الشهود فإن الاشتباكات دارت في شارع الضمان في المدينة وسط تحرك للآليات العسكرية بالمنطقة بغرض توسيع النفوذ على الأرض وبالتوازي مع الاشتباكات اتهم حراك تصحيح المسار بمدينة الزاوية في بيان الحكومة منتهت الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالمماطلة في إجراء الانتخابات البلدية لأن مصالحها تتماشى مع مصالح المجلس الحالي لافتاً إلى أن الحكومة تجاهلت المطالب بدعم المديريات وما زالت تدعم في المقابل الفصائل المسلحة الموالية لها بالعتاد والأموال وتزامن البيان مع تهديد حرس المنشآت النفطية في الزاوية بإغلاق مصفات الزاوية ومجمعي مليتة ومصراط النفطيين حتى تتم تسوية أوضاعهم المالية في غضون ذلك اتهم رئيس مجلس النواب عقيل صالح حكومة الدبيبة بهدر المال العام وحذر عدة جهات في الدولة في مخاطبات رسمية من بينها النائب العام ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط من تقديم أي أموال لحكومة الدبيبة وتستمر حالة الجمود السياسي في ليبيا رغم جهود البعثة الأممية حول إطار سياسي موحد يؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة تؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تحقق مطالب الشعب الليبي بالاستقرار ترجمة نانسي قنقر